موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية البداية بأبرز العناوين موسيقى صدور قرار جمهوري بتعيين محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة وراجح باكريت عضوا في مجلس الشورى موسيقى نائب رئيس الجمهورية يستمع من محافظ الحديدة إلى المستجدات الميدانية وما يسطره المقاتلون من ملاحمة خالدة موسيقى تدمير تعززات بشرية للميليشيات جنوب الجوف ومصرع وجرح أكثر من ثمانية حثيين بالظلم موسيقى وتتابعون في أخبارنا المحلية موسيقى وزير الصحة يفتتح مركز العزل الاحترازي بمطار سيئون ويتفقد عددا من المشاريع الصحية بالوادي موسيقى موسيقى محافظ عدن يحث قيادة صندوق النظافة على مضاعفة الجهود في تنفيذ الخطط الشاملة للنظافة موسيقى موسيقى مجددا أهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل النشرة صدر القرار الجمهوري رقام واحد لسنة 2020 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار رئيس الجمهوري رقم 9 لسنة 2020 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه محافظة الحديدة حسن علي طاهر إلى المستجدات الميدانية وما يسطره المقاتلون الأبطال من ملاحم خالدة علاوة على الأوضاع في المناطق المحررة وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام الشرطة الحديدة العميد نجيب أحمد ورق جهود تفعيل الأمن في المديريات المحررة وإعادة بناء فروع مراكز الشرطة وتأهيل منتسبها بما يحقق تثبيت الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأشهد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال في الساحل الغربي والثبات الأسطوري في وجه اعتداءات ميليشيا الكهنوت الحثية المدعومة من إيران معبرا عن تقديره لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات وحث نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتعاون لردع المشروع الإيراني التخريبي وإفشال مخطط الإنقلابيين بتحويل محافظة الحديدة إلى منفذ لتهريب الأسلحة والممنوعات وجباية الأموال الهائلة وتهديد الملاحة البحرية والأمن الدولي في المنطقة واتخاذ الحديدة منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والتي كان آخرها إبطال وتعطيل القوات البحرية للتحالف لزورق مفخخ وعدد من الألغام البحرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وقدم محافظ المحافظة موجزا عن الأوضاع الميدانية واستمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها دون أدنى اعتبار الاتفاق سوكهولم الذي بات حبرا على ورق وخرق الميليشيات الإنقلابية لكل الاتفاقات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وعدم احترامها لجهود الإغاثة الإنسانية مؤكدا تلاحم المقاتلين وأبناء الحديدة حول قيادة الشرعية بما من شأنه تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبنائها عقد وفد مجلس النواب الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالعزيز جباري لقاء مع عدد من كبار الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومثلي المراكز البحثية والفكرية في مدينة نيويورك وكذا ممثلون عن الحكومة الأمريكية وفي اللقاء استعرض الوفد أوضاع اليمن الراهنة والتدهور الذي شهدته جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية على الشرعية الدستورية مشيرا إلى أن اليمن كانت مشرفة على عهد جديد من الديمقراطية بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه مختلف الأطياف المجتمعية والأحزاب السياسية للخروج بوثيقة دستورية جديدة للبلاد والإعداد الانتخابات الديمقراطية تضمن للجميع العيشة في بلد آمن وسالم يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق الديمقراطية إلى ذلك بحث وفد مجلس النواب مع رئيس المعهد الجمهوري سكوت ماستيك وعدد من خبراء المعهد الفرص الممكنة في مجال بناء القدرات وتعزيز الديمقراطية وكذل الفرص التدريبية والتنموية التي يقدمها المعهد حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من قيام الميليشيات الحوثية بحملة اعتقالات جديدة للمواطنين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع مفاوضات لتبادل الأسراء وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الميليشيات الحوثية شنت حملات اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادرة في المؤتمر الشعبي العام بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسراء في اتفاق السويد وأشر الإرياني إلى أن ميليشي الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعمة وهي تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسراء التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير آبهة بحياة اليمنيين وأضاف أن استمرار انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطراتها يكشف زيفة وصلف هذه الميليشيات كما طالب الإرياني الأمم المتحدة ومسؤول ملف تبادل الأسراء والمحتقلين سيد معين شريم بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسراء في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ميدانيا استهدف طيران التحالف اليوم مواقع لتصنيع وتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طير في فجعطان ومعسكر العمد والنهدين بصنعة ووضح الناتق باسم التحالف العقيد التركي المالكي أن عملية الاستداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعة مكانا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طير لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية لقي عدد من عناصر ميليشيات الإنقلاب الحثية مصرعهم وأصيب آخر إثر قصف شنتهم قاتلات التحالف دعم الشرعية شمال شرق محافظة الجوف وذكر مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات على متنها تعززات بشرية للحثيين في جبال الساقية مديرية الغيل جنوب غرب المدينة وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحثيين ومقتل وجرح كل من كان على متنها من العناصر لقي ثلاثة عناصر من ميليشيات الحثي مصرعهم وجرح أكثر من خمسة آخرين جنوب غرب مديرية قعطبة بمحافظة الظالع فيما وصلت الميليشيات تعززات صفوفها بالآليات والقوى البشرية وأكد مصدر عسكري أن مواجهات شرسة تجددت في جبهة بتار جنوب غرب مركز الفاخر بمديرية قعطبة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة وميليشيات الحثي الإنقلابية وبحسب المصدر فإن المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة امتدت إلى منطقة صبيرا شمال معسكر الجب الاستراتيجي وأسفر عنها مقتل عنصرين حثيين وجرح أكثر من خمسة آخرين كما استهدفت مدفعية القوات المشتركة جمعات الميليشيات الحثي غرب مدينة الفاخر أصابت خلالها أهدافها بدقة عالية وأسفر عنها مصرع عنصرين حثيين وسقوط عدد من الجرحة وفي منطقة شليل شمال جبهة بابغلق على المحور الشمالي لمركز الفاخر نفذت قوات الجيش الوطني عدة كمائن ناجحة ضد ميليشيات الحثي الإنقلابية المدعومة من إيران غرب محافظة تعز في عملية استنزاف بشرية ومادية كبيرة لعناصر الحثيين وقل مصدر العسكري أن قوات الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات الحثية الإنقلابية إلى كمائن محكمة وناجحة في جبهة مقبنة غرب تعز وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام أربعة آلاف وتسعمائة وأحد عشر لغما خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري والتي زرعتها الميليشيات الحثية المدعومة إيرانيا وأوضح المركز أن الألغام التي انتزعها منها خمسة ألغام مضادة للأفراد ومائة وواحدا وستين لغما مضادة للدبابات وأربعة آلاف وسبعة مائة وتسعة وثلاثين ذخيرة غير متفجرة وستة عبوات ناسفة مشيرا إلى إجمال مجرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن مائة وأربعة وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة وخمسين لغما زرعتها الميليشيات الحثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وأكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء دشنا بمحافظة أرخبيل سقطرة خطة التدريب العمليات لللواء الأول المشاب بحري العام الفين وعشرين وأكد وكيل محافظة رائد الجريبي اهتمام القيادة السياسية والعسكرية الكبير بتطوير المنظومة العسكرية لللواء بما يمكنه من تأدية واجباته ومهامه باقتدار مشيدا بالجاهزية والليقظة العالية لمنتسبه اللواء والذي يعد صمام أمان للمحافظة وشاهد التدشين بحضور أركان حرب اللواء العميد روكن ناصر قيس فحص الجاهزية القتالية للأسلحة المدفعية والدبابات وعرض بحري بالزوارق العسكرية حضر التدشين مدير فرعي جهاز الأمن السياسي العميد موسى أحمد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية المزيد من الأخبار المحلية مع زميلنا عمار الحطام شكرا إبراهيم ومع الأخبار المحلية ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكم وإلى تفاصيل الأخبار المحلية عقد بمحافظة حضرموت اللقاء التشاوري لقيادات وزارة الثروة السمكية وقطاع السمكي تحت شعار يدا بيدا لتحقيق الاستياد الآمن وكرس اللقاء لمناقشة تطوير وتحسين شروط وكفاءة السلامة البحرية في الصيد التقليدي بحضور وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني تطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثروة السمكية محمد عوض علان وضم قيادات هيئتي الشؤون والمصائد البحرية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن والمهرة والاتحاد التعاوني السمكي وخفر السواحل إلى بحث تطبيق الشروط واللوائح الكفيلة بتحسين السلامة البحرية في الصيد التقليدي للحفاظ على سلامة الصيادين وأكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين أهمية عقد اللقاء في حضرموت لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني في القطاع السمكي مشيرا إلى الأهمية التي يحتلها الصيد التقليدي الذي يمثل النسبة الكاملة لإنتاج في الجمهورية وبدورها أكد المحافظة البحسني أن اللقاء يمثل أهمية قصوى في الخروج بتوصيات ولوايح لتحقيق شروط الأمن والسلامة البحرية لحفظ أرواح الصيادين التقليديين والمواطنين في البحر العربي والأحمر وخليج عدن وأشار إلى أن السلطة المحلية في حضرموت قطعت شوطا كبيرا في تامين الشريط الساحري من خلال خطة انتشار محكمة مدعومة بالقوة البشرية والتسليح الجيد لحماية الشواطئ والسواحل افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير مشروع توسعة وحدة الخدج بهيئة مستشفى سيئون العام الذي احتوى على إضافة أربعة حاضنات جديدة مقدمة من منظمتي اليونسيف والصحة العالمية كما قام الوزير ومرافقه بوضع حجر الأساس لمشروع البوابة الرئيسية لهيئة مستشفى سيئون العام الذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع الصحية الممولة من قبل حصة وادي حضرموت من مبيعات النفطة وكما دشن في الوحدة الصحية بحي شحوح في مدينة سيئون العمل في مشروع الوحدات الطبية المتنقلة على نفس الصعيد تفقد وزير الصحة ومعه وكيل المحافظة على سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الصحية في إطار مستشفيات سيئون وشبام والقطن التي يتم تمويلها من مخصصات مديرية الوادي والصحراء من مبيعات النفطة كما زار المعهد الصحي بسيئون الواقع في منطقة تريس غرب المدينة والمجمع الأكاديمية التقني بالقطن الذي يضم إلى جانب معهد العلوم الصحية كلية التربية وكلية المجتمع والمعهد التقني افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعاوم ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري مشروع توسعة وحدة الخدج بهيئة مستشفى سيئون العام الذي احتوى على إضافة أربعة حاضنات جديدة وتعرف على التجهيزات التي تمت من قبل هيئة مستشفى سيئون لتشغيل هذه الوحدة المتمثلة في تزويدها بالطاقم الطبي من الأطباء والفنيين الصحيين والقابلات والأثاث والأجهزة والمعدات اللازمة وافتتح وزير الصحة مركز العزل الاحترازي لفيروس كورونا بمطار سيئون والذي تم تزويده بأجهزة إنعاش وخاصة بحالات الالتهابات التنفسية وحالات الاشتباه بالفيروس أولاً أنا سعيد بصاحبة الأخ الوكيل محافظة حضر موت الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش بافتتاح هذا المركز الرائع والجميل الذي شاهدناه الآن والخاص بمكافحة ومجابهة فيروس كورونا أنا أجدها مناسبة أولاً لأحي الأخ الوكيل وأحي مدير عام المطار ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الحقيقة على هذا الجهد الرائع الذي يقوم به وأوجه رسالة من هذا المنبر لكل العاملين في القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية أشدد فيها على ضرورة فحص كل القادمين من خارج اليمن تحذيرات منظمة الصحة العالمية ليلة البارحة تؤكد أنه خروج الوباء من الصين الصين دولة قوية وكبيرة ولديها منظومة صحية ومتكاملة استطيع أن تحكم في المرض ولكن خروج الفايروس خارج حدود الصين قد يؤدي إلى انتشار الوباء في مناطق كثيرة من العالم وشدد في كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية أن يتم فحص كل القادمين على اعتبار أنه فحص احترازي وإن شاء الله نسأل الله أنه يحفظ بلادنا من هذا الوباء الخطير شكراً المحافظة سباقة في كل شيء وقطاع الصحة واحد من هذه الأشياء شاهدنا اليوم مشاريع كثيرة تقوم بها السلطة المحلية في المحافظة وهي من عائدات النفط للوادي والصحراء عمل رائع وممتاز ومثمر وستشاهدون بعد قليل منجزات في جوانب أخرى من مناحي الحياة أقد محافظة العاصمة المؤقت عدن أحمد سالم ربيع اجتماعاً مع إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة حتىهم فيه على مضاعفة الجهود في تنفيذ الخطط الشاملة والحملات التي تستهدف المناطق والمديريات لضمان استمرار بقاء المديريات في وضعية جيدة من النظافة وأكد المحافظ أحمد سالمين إن نجاح الخطط سيجعل عدن عاصمة خالية من المهددات البيئية واستمع سالمين من المدير التنفيذي قائد راشد إلى احتياجات الصندوق من الآليات والمعدات للفترة القادمة التي ستمكن الصندوق من القيام بعمله على أكمل وجه كما قدم راشد للمحافظ سالمين صورة موجزة عن العمال التي تتم حالياً في المحطة التحويلية والتي شاملت نقل كميات كبيرة من القمام إلى المقلب الرئيسي في بئر النعامة ناقش محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع مع وكيل قطاع الشباب عبد الرؤوف السقاف ناقش آلية تأهيل شباب المحافظة بمختلف قطاعات العمل لرفض سوق العمل بالكادر المحلي المؤهل وأشار المحافظ سالمين إلى أن تأهيل الشباب سيفتح أمامهم فرص عمل متعددة ويوفر لسوق العمل كادراً محلياً مؤهل وفي اللقاء دعا سالمين إلى ضرورة استهداف شباب الجامعات وكذا المهنيين لضمان التنوع في توفير الوظائف وخلق نوع من التوازن في العمال والمهن المطلوبة لسوق العمل وكان الاجتماع قد ناقش البرامج المستقبلية لخطط التأهيل والدورات التدريبية في مختلف المجالات والتي من شأنها القضاء على لسمة البطالة بين صفق في الشباب كما جرى في الاجتماع تخصيص حصة مالية لقطاع الشباب لدعم التأهيل والتدريب للشباب كرم محافظ حضر موتاً لواء الركم فرج سالمين البحسني 58 متفوقاً ومتفوقاً من أوائل الطلبة في مختلف التخصصات بجامعة العرب وعرب المحافظ خلال حفل التكريم لأوائل كليات الطب والعلوم الصحية والحاسوب وتقنية المعلومات والعلوم الإدارية أعرب عن سعادته بما تحقق في جامعة العرب حيث باتت اليوم تمثل صرحاً علمياً كبيراً تفخر به المحافظة وبمخرجاته وأن المحافظ أوائل الطلبة داعياً إياهم إلى أن يكونوا سفراءً لجامعتهم ولحضر موت كما أطاف المحافظ عقب ذلك بأقسام كليات الطب والعلوم الإدارية وتقنية المعلومات متعرفاً من رئيس الجامعة الدكتور عبود العبل ورؤساء الأقسام إلى سير الدراسة وتجهيزات والأجهزة الحديثة والمتطورة في معامل وأقسام طب الأسنان والمختبرات والصيدلة والمهارات والعلوم الطبية الأساسية وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب والكيميا وإدارة العمل والمحاسبة تسلم محافظ حضر موت اللواء الروكن فرج سالمين البحسني درع الوفاء من إدارة وموظفي قطاع تلفزيون حضر موت الحكومي عرفاناً بدوره وجهوده في إطلاق شارة القناة يوم العشرين من فبراير الجهري على القمر الصناعي النايل ساتة وعرم رئيس القطاع مجاهد سالمين بن علي الحاج عن تقدير وعرفان الإدارة والموظفين وأبناء حضر موت كافة لجهود محافظ المحافظة في دعم بدايات الانطلاقة وتجسيد القطاع واقعاً تفخر به حضر موت في العصر الحديث وقدم رئيس القطاع المحافظة شرحاً موجزاً على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية وتوقيعه على عقد إطلاق تلفزيون حضر موت على النايل ساتة وبنود العقد وسير العمل حالياً في مجال التدريب وعداد البرامج الهادفة وأكد المحافظ أن إطلاق تلفزيون حضر موت في فضاء الإعلام المرئي يعد حدثاً إعلامياً كبيراً ومهماً مشيراً إلى هذا الآمال منذ البداية كانت طموحة بإطلاق قناة نوعية وبحلة حديثة تخدم الثقافة والاقتصاد والأمن والتنوية في البلد بشكل عام وفي حضر موت بشكل خاص وضع محافظ شبوى محمد بن عديو بمديرية رضوم حجر الأساس لمشروع النشيمة والنشيمة لتخزين مشتقات النفطية والمرسى البحري العائم التابع له الذي ينفذ بتمويل مشترك بين شركة الأخوة والشركة اليمنية للنفط بتكلفة 15 مليون دولار ويقام المشروع على مساحة تقدر ب700 ألف متر مربع وتبلغ ساعته التخزينية 30 ألف طن لتري بالإضافة إلى مرسى عائم يمتد 3000 متر في عرض البحر وسيعمل المشروع بالتقنية الآلية الحديثة في تعبية الصهريج وإفراغ السفن ويتوقع الانتهاء منه في غضون عام ونوه المحافظ بأهمية المشروع الاستثماري والاستراتيجي لافتا بدوره في تأمين احتياجات محافظة الشبوى المحافظات المجاورة لها من المشتقات النفطية ناقش أمين عام محلي لحج نائب محافظ المحافظة عوض الصلاحي الوضع العام الذي تعيشه مديرية القبيطة وجاء ذلك خلال لقائه بمدير عام المديرية عماد غانم والذي اطلع النائب الصلاحي عن ما تشهده المديرية في الجوانب الخدماتية والجبهات في منطقة كاريش حيث أشاد الصلاحي بكل الجهود التي تبذل وأكد الصلاحي بأن السلطات المحلية بالمحافظة ستكون عاملا مساعدا لتدليل الصعوبات والعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق تكاملي ما بين المحافظة والمديرية كي تستمر الوتيرة العملية فيما يخدم مواطنية المديرية التي عانت الكثير بحكم موقعها الحدوذي وتشتعل فيها الجبهات بدوره أشار مدير مديرة القبيطة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجههم في جوانب النظافة والمياه والكهرباء ناقش أمين المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين أنيسا اليوسفي المواضيع المتعلقة بأوضاع النازحين في مختلف مديريات المحافظة وأكد الأمين العام أن قضية الاهتمام بالنازحين هي مسؤولية المنظمات الدولية والمفوضية السامية وعلى السلطات المحلية بالمديريات متابعة الجهات المسؤولة وطالب ليوسفي السلطات المحلية بالمحافظة بتوفير أرضية خاصة بالنازحين في المطلع ودوفس وسيتم نزول فريق فني من الوحدة التنفيذية والمفوضية السامية لمعينة الموقع وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مخيمات للنازحين وإدارتها بعد موافقة السلطة المحلية بالمحافظة وقال ليوسفي أن الوحدة التنفيذية ستجري نزول ميداني لتجمعات النازحين في مديريات لودر وموديا والوضيع لتفقد أحوال النازحين وترتيب أوضاعهم تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بأمين مهدي الحامد أوضاع مركز الكود للأبحاث الزراعية واستمع من مدير المركز الدكتور محمد سالم الخاشعة عن الجهود الجارية للتغلب على الصعوبات التي تواجه المركز لتجاوز آثار الحرب مشيدا بدور السلطة المحلية التي تكفلت بنفقات 2000 لتر من الديزل للمركز كما تفقد الأمين عددا من التجارب البحثية والمزرعة البحثية ولفت مدير المركز إلى ضرورة توظيف كوادر بحثية نظرا لوصول معظم كوادر المركز إلى سن التقاعد وأشاد الأمين بالنشاط المركز مؤكدا إن قيادة السلطة المحلية ستقدم كل العون والرعاية لعمل ونشاط المركز باعتباره أقدم مركز بحثي زراعي في الجزيرة والخليج أقام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي لعدد من القيادات الإدارية والموارد البشرية والمالية بمحافظة مارب مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي تشنهم مكتب الخدمة المدنية والتأمينات هنا بمحافظة مارب البرنامج التدريبي في مجال التخطيط الاستراتيجي والعمل الإداري بناء القدرات وتنمية المهارات من أولويات غير السلطة المحلية في إطار تعزيز العمل المالي والإداري تدشين مثل هذه الدورة في بداية العام 2020 يعني أن هناك إرادة للسلطة المحلية بجيادة الأخ محافظة المحافظة لتحسين جودة الخدمات ونعني بتحسين جودة الخدمات تحسين جودة الإدارة وتحسين جودة الإدارة تحسين جودة الموارد البشرية الانضباط الوظيفي التخطيط الاستراتيجي هو الذي يسعى بأن يكون كل مكتب في مقدمة ويتنافس على جودة العمل يأتي البرنامج التدريبي ضمن الخطة السلاثية لمكتب الخدمة المدنية وتأمينات للعام 2020 ميلادية اليوم يبدأ البرنامج التدريبي 23 فبراير بناء على توجيهات الأخ الواء سلطة العرادة محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي بشأن البرنامج التدريبي والذي يشمل ثلاثة برامج هي التخطيط الاستراتيجي واعداد الموازنة ونظام الموارد البشرية تشملت الدورة اليوم 22 مدير عام وكذلك موزعة على أربع أسابيع تحت إشراف الأخوة المدربين وتنفيذا لتوجيهات الأخ وزير القدمة المدنية نبيل الفقية وضمن الخطة العامة للسلطة المحلية والتي تولي اهتماما بالغا بالتدريب والتهيل وإعداد القادة الإداريين كما نتمنى من الوزارة أن يحظوا قادة الأخوة المدرع العموم بدورات علم السؤال الخارجي كذلك الموظفين كون محافظة مارب حرمة من البرنامج التدريبي فترة طويلة التدريب والتأهيل مثل المرتكز الأساسي لتعزيز وتحسينها كونة العمل في إطار الصلاح المالي والإداري ليقناة عدد الفضائية محمد القناسي محافظة مارب أكد وكيل محافظة تعزة الدكتور عبد القوي المخلافي اهتمام السلطة المحلية بتأهيل وتدريب موظفي المكاتب التنفيذية في إطار تأهيل جميع موظفين السلطة المحلية وأسقل قدراتهم وشدد المخلافي في افتتاح دورة تدريبية اليوم لمكتب الضرائب على تعميق الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوحيد قنوات التحصيل الضربي والجمهوريكي من الإرادات وأشار الوكيل لأن السلطة المحلية تعتزم تنفيذ العديد البرامج التدريبية لبناء قدرات الموظفين عبر الإدارات والمكاتب المختصة هذا العام ومن جانبه أشار وكيل مصلحة الضرائب فهد الحاج لأن المصلحة ستعمل على تأهيل جميع الموظفين في جميع المحافظات من أجل التركيز على جوانب الإجراءات الضريبية ومراجعة الإقرار وقواعد التدفيق المحاسبية وأسس التقدير وتأهيل الكادر الفني قامت الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة بمحافظة تعز بإطلاف مواد مخدرة والتي تم ضبطها في نقاط التفتيش خلال تهريبها إلى المدينة التفاصيل في سياق التقرير الذي عدته الزميل نعائم خالد أتلبت قيادة الشرطة العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة في محافظة تعز كمية من الشمة الحوت وذلك بعد ضبط كمية مهربة وغير مصرح بها وممنوع دخولها إلى المدينة في حدود 10500 كيس من الشمة الحوت وكمية من الحشيش في حدود 100 جرام وأيضا دبة من الخمر وهناك أيضا مواد غذائية لن تتلف هنا ستتلف في مكان خارج وأيضا الأدوية الخطيرة ستتلف في مكان صحي حتى لا يؤثر على المواطني نوجه للمواطنين بأننا نخدم المواطن ونخدم المدينة الحبيبة إلى قلوبنا تعز وسوف نحافظ بإذن الله على الأمن والاستقرار وسنضرب بيد من حديث كل المخربين والذين يحاولون نشاعة الفساد والفوضى في المدينة وتخريب أبناء الناس والأجهزة القادمة دائما تثبت الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز كفاءتها وقدارتها في الحفاظ على النظام والسكينة العامة وضبط الأمن وكل ما يضر بالمواطن وعملت إطلاف هذه جزءا من ذاك الواقب الملقى على عاتق الأجهزة الأمنية بمختلف فصائلها فهي تثبت قدارتها المعهودة لحفظ كرامة المواطن وأمنه واستقراره الهدف من استهداف شباب تعز لأن شباب تعز معروف عنهم الصمود والتبات وهناك من يستهدف تعز لتدمير هذه الشريحة الفعالة التي تدافع عن تعز للمهار تدافع عن شرف وكرامة تعز وهو هذه الهجمة وهذا الاستهداف الهدف منه تميع هؤلاء الشباب لتنفيذ أجندات ومحططات مشبورة دائما الشرطة العسكرية ودميع الأجهزة الأمنية في محافظة تعز تثبت أنها قادرة على فماية المواطن والاهتمام به نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز دشر مدير مكتب الصناعة والتجاهرة في محافظة تعز أحمد عبد الكريم المجاهد ومدير قسم باب موسى النقيب فهمي الجرادي المرحلة الأولى لآلية صرف مادة الغاز المنزلي عن طريق البطاقة التموينية بحسب أفراد الأسرة والاحتياج وذلك لتقنين عملية الصرف لكل حارة ومنع السوق السوداء والتهريب وعدم افتعال الأزمات وشملت المرحلة الأولى عدد سبعين مركزا في مديرية المضفر في حارة الأشرفية والمعتبية وعبدالهادي والشويطر وسيتم تعميمها على مديرية المدينة بعد جمع قاعدة البيانات من عقال الحارات وتعميدها لدى أقسام الشرطة وطباعتها وإعادة متابعة ومراقبة منح البطاقة أو منح البطاقة التموينية لكل أسرة بحسب الكشوفات المرفوعة والمعمدة من أقسام الشرطة تسلم مركز الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد بمديرية الصيرة بعد عدد من الاجهزة والمعدات الطبية مقدمة من المؤسسة الطبية الميدانية ضمن مشروع دعم الطوارئ التوليدية وخدمات الصحة الإنجابية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة والسكان ويشمل مشروع أربعة مراكز في محافظة عدن وأبيان وشبوة بمبلغ قدره 264 ألف دولار نعود أعزائنا مشاهدي أكرام مع الزميل إبراهيم الظهرة والعناوين شكرا الزميل عمر أعزائي المشاهدين أبرز العناوين صدور قرار جمهوري بتعيين محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة وراجح باكريت عضوا في مجلس الشورى نائب رئيس الجمهورية يستمع من محافظ الحديدة إلى المستجدات الميدانية وما يسطره المقاتلون من ملاحمة خالدة تدمير تعززات بشرية للميليشيات جنوب الجوف ومصرع وجرح أكثر من ثمانية من الحوثيين بالظالم انتهت النشرة تقبلوا تحياتنا في أمان الله اشتركوا في القناة